إنك لا تهدي من أحببت يعلم أن الهداية لا يملكها إلا الله عز وجل قال ربنا تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فها هو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يبذل جهده كله لهداية ولده ومع ذلك يموت ولده كافراً والعياذ بالله وها هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبذل كل ما يملك لهداية أبيه ومع ذلك يموت أبوه كافراً وفي نفس الوقت يكرم الله عز وجل خليله بولد صالح يكون نبياً بعد ذلك وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر